موجة من الزلازل الخطيرة وأحداث مؤسفة تشهدها الدول العربية شاهد أخطر توقعات ليلة عبداللطيف بعد قليل على قناة توقعات الأيام برحب بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقة التوقعات وتوقعات جديدة وخطيرة لسيدة الإلهام ليلة عبداللطيف تتوقع ليلة عبداللطيف أننا سنشهد حدث عبر وسائل الإعلام وسنرى أسوأ كارثة في تاريخ البشرية بالـ 2024 وهذا الحدث سيكون على وسائل الإعلام بالعالم أجمع وسنشهد جميعا كارثة غير مسبوقة في تاريخ البشرية وبتقول أن الحدث ده حينتقل في مواقع مختلفة مش هيكون سابت أيضا سنشهد أمراض خطيرة من جراء أشعة الشمس اللي حتصيب الإنسان وحتسبب حرارة قوية وحتسبب كمان أمراض خطيرة غير مسبوقة من قبل سنشهد تغييرات مناخية وكوارث في أغسطس وسبتمبر القادمين وسنشهد بعض الحروب اللي حتكون مدمرة خلال الأربع أو الخمس شهور القادمين سنشهد حدثة مؤسفة تخص كرة القدم وسيصل هذا الحادث صاحبه سواء كان عربي أم أجنبي إلى المشفى حزن يقيم على أحد رؤساء العرب والإعلام ينقل خبر الوفاء العدو الإسرائيلي يهاجم لبنان والمقاومة اللبنانية ترد صاع صعين خلال الأشهر القادمة موجد شتاء باردة لم يشهدها العالم من قبل لم نرها من سنوات عدة وستكون هذه الموجة على معظم دول العالم وليست بلد بعينها ومن شدة هذه البرودة سنشهد مناطق مختلفة تختفي فيها الحياة فين نسمي هذه السنة سنة الزلازل والحرائق شهر رمضان المقبل سيكون محزن للأسف على إحدى الدول وغير معروف سواء كانت عربية أو أجنبية تتجدد موجة من الزلازل في بعض من دول أوروبا وبعض دول إفريقية وأيضا في منطقة تركيا سنرى السنامي يضرب بعض الدول العربية وسنرى هزة قوية في أحد البحار وتشعر بها كل من اليونان وقبرص هنشوف مزيد من الزلازل في تركيا والسوريا والعراق والأردن وفلسطين المحتلة ولبنان وحيشعروا بهذه الزلازل سنشهد إعصار وكوارث طبيعية في الهند والموتى سيكونون بالملايين ارتفاع جنوني للدولار رياض سلامة حيكون بعيد عن منصبه صحة رياض سلامة حتكون على المحك زلزال أو تسونامي في الصين بتصل حدته من 6 درجات إلى 7 درجات بيضرب أحد المدن الصينية سنشهد زلازل تضرب إيرلندا ونيوزيلندا وهولندا وهذه الدول ستكثر بها الكوارث الطبيعية سنشهد مهاجمة أهداف إيرانية وإيران ترد بالطيرات المضادة النازحين السوريين في لبنان هنشوفهم بيعودوا إلى أوطنهم الكثير من السوريين والعراقيين المقيمين في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا أراهم يعودون إلى بلدهم وإلى الحضن العربي كما ستشهد أوروبا أشياء كثيرة وكوارث لكنها لن تكون متعلقة باقتصاد هذه الدول سيشهد العراق موجة سيول وحراك وحرائق للأسف خلال هذا العام وذلك بسبب التغييرات المناخية القادمة ظهور شخصية عراقية وقيادية جديدة تلمع في العراق خلال المرحلة القادمة وهذه الشخصية القوية تقود العراق نحو مرحلة من الحل والاستقرار وسوف يتوحد معها العراق والجيش العراقي ومع قيادة عراقية قوية وجيش أقوى وهذه الشخصية القيادية الجديدة في العراق سوف تتلقى الدعم والمساندة من عادة دول وعلى رأسها السعودية ودول الخليج ومع كل هذه التطورات القادمة سوف يشهد العراق طاولة حوار تجمع قيادات وأطراف عراقية وقيادات عربية وسعودية وذلك بسبب حدوث أحدث مؤسفة وكبيرة على أرض العراق فرنسا في العراق سوف تلعب دور كبير ومهم لإنجاح الحوار العراقي وإنهاء كل المظاهر المسلحة وتمكين الجيش العراقي من السيطرة الكاملة والشاملة على جميع الأراضي العراقية وهنا سنعود ونرى دور بيرز للسيد الكوذيمي رح يرجع الجيش العراقي قوي وده حذكرنا بأيام صدام حسين وما قبله تشهد بعض دول أوروبا للأسف أحداث دموية ومؤسفة وذلك في موجة جديدة من عمليات الإرهاب ومرة جديدة لن يكون الخطر بعيدة عن الأماكن التجارية ومحطات القطار والمطارات وبعض المراكز والنوادي الليلية خصوصا في أوروبا وصولا إلى عدة أماكن زي بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وحي تنتقل هذه الأحداث لأكثر من قارة خصوصا في أفريقيا سنرى خلال المرحلة القادمة إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في بعض مرافق ومدن أوروبية وهذه الدول سوف تتحرك وتهاجم لكي تحمي أراضيها من عمليات هذه القادمة في عدد الدول وسيتحدث إلى دولة عمليات المرواعة وسيتحدث إلى دولة عمليات المرواعة وسيتحدث إلى دولة عمليات المرواعة الزل كبير ومدنر وسيكون شديدا قوة وكثورة لتحرك وتهاجم لأتحرك أصباب درجات المرواعة والمأساس التحرك على الأدد الحالة وعلى الحالة الأسف سيكون تدير إذا خيبع أمريكا في حالة من جول وأمتدير وسيتحدث أكثر ولاية أخرى من ولايات أمريكا بهذه الزلازل وتتعرض لكارثة مخيفة وتصبح ولاية منكوبة الأنظر معها الإعلام بيتجهوا لغواصة نعوية في البحر بسبب حدث مؤسف بيجعل العالم يتأهب أمام حالات من القلق والخوف والحذر حدوث عملية هروب جماعية للسجناء من داخل أحد السجون العربية أو الأجنبية ومع انتشار الخبر للعلان عن هذا الهروب سنكتشف أن أكثر السجناء الهاربين هم من أعضاء بعض الجماعات المتطرفة سواء دول عربية أو دول أجنبية عشرين أربع وعشرين هو عام التغييرات والأحداث الكبيرة وأرى الخطر يهدد أكثر من دولة على خريطة العالم سواء كانت حروب أو قتل أو دمار مما سيصل الأمر إلى كوارث طبعية خطيرة وسوف يتأثر الاقتصاد العالمي بشكل يدعو إلى القلق من حدوث انهيارات مالية واقتصادية ويشهد هذا العام على نهاية عهود قديمة وولادة أو بداية عهد جديد خلال عشرين ستة وعشرين وعشرين سبعة وعشرين الإمارات تضع كل الإنسانية والاقتصادية وستكون حاضرة لتساهم في أعادة بناء وأعمار سوريا خلال المرحلة القادمة سنرى العديد من الصناعات مكتوب تحتها عنوان صنع بالسعودية تغذو دول العالم خلال المرحلة القادمة مدينة بنغازي الليبية وبعض مدن شرق ليبيا هتكون أمام نهضة عمرانية كبيرة من خلال دور كبير لأحد أبناء المشير حفتر وبنغازي مدينة ترابلوس سوف تنتعش ويلمع اسمها من جديد متابعين الأعزاء بكذا كنت وصلنا معاكم لنهت حلقتنا النهاردة وبشكر حضرتكم وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة دمتم في أمان الله